بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم الدرس الأول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين كتب الصيام على المؤمنين تزكية لنفوسهم ومغفرة لذنوبهم ولعلهم يتقون وشرع لهم في ختامه وإكماله أن يدفعوا صدقة للمحتاجين ليواسوهم بها وليطهرهم بها من اللغو والرفث الذين قد يحصل شيء منهما في أثناء الصيام وشكرا لله على تمام الإنعام والصلاة والسلام على نبينا محمد خير من صلى وصام وعلى آله وأصحابه البررة الكرام أما بعد أيها المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث إليكم في هذه الكلمات عما شرعه الله لكم في ختام هذا الشهر المبارك عند إكمال عدة الصيام من ذكره والتقرب إليه فقد شرع لكم في ختام هذا الشهر المبارك عبادات تزيدكم من الله قرباً وبراً فشرع لكم صدقة الفطر وهي فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد وهي زكاة للبدن وطهرة للصائم من اللغو والإثم وهي شكر لله على إكمال الصيام وفيها إحسان إلى الفقراء ويجب أن يخرجها المسلم عن نفسه وعن من تلزمه نفقته من زوجة ووالد وولد وكل قريب تلزمه نفقته إذا كان يستطيع ذلك بأن يكون فاضلاً عن قوت يومه وليلته ويستحب إخراجها عن الحمل ومحل إخراجها في البلد الذي وافاه تمام الشهر وهو فيه وإذا كان المخرج في بلد والمخرج عنه في بلد آخر كما لو كان المخرج في بلد وأولاده في بلد آخر مثلاً فإنه يخرج عنهم صدقة الفطر مع صدقة نفسه في البلد الذي هو فيه وإن وكلهم أن يخرجوا عنه وعنهم في بلدهم فلا بأس ووقت إخراج صدقة الفطر يبدأ بغروب الشمس ليلة العيد ويستمر إلى صلاة العيد ويجوز تعجيلها قبل العيد بيوم أو يومين فقط وتأخير إخراجها إلى صباح العيد قبل صلاة العيد أفضل وإن أخر إخراجها عن صلاة العيد من غير عذر فإنه يأثم ويخرجها في بقية اليوم وإن تأخرت عن يوم العيد لزمه إخراجها قضاء فتبين بذلك أنه لا بد من إخراج صدقة الفطر مع الاستطاعة وأن وقت الإخراج ينقسم إلى وقت جواز من غير إثم وهو ما قبل العيد بيوم أو يومين وإلى وقت فضيلة وهو ما بين غروب الشمس من ليلة العيد إلى صلاة العيد وأفضله بعد الفجر إلى صلاة العيد وإلى وقت إجزاء مع الإثم وهو ما بعد صلاة العيد إلى آخر اليوم وإلى وقت قضاء وهو ما بعد يوم العيد والمستحق لزكاة الفطر هو من تحل له زكاة المال من الفقراء والمساكين من المسلمين فلا يصح دفعها إلى كافر ولا إلى مسلم غني ولا يصح دفعها إلى من له حق عليه بدلا من حقه ليقي بها ماله ويدفعها إلى المستحق مباشرة أو إلى وكيله في الوقت المحدد لإخراجها ولا يكفي أن يودعها عند شخص غير وكيل للمستحق ليدفعها للمستحق إذا جاء كما يفعل بعض الناس ومقدار صدقة الفطر عن الشخص الواحد صاع من البر أو من الشعير أو من التمر أو من الزبيب أو من الأقط ويخرج من هذه الأصناف ومن غيرها مما كان معتادا أكله في البلد كالأرز والذرة والدخن فالعبرة بالطعام الذي يغلب أكله في البلد من هذه الأصناف ومن غيرها ومقدار الصاعب الكيلوات ثلاثة كيلوات تقريبا ولا يجزئ دفع القيمة بدلا من الطعام في صدقة الفطر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على الطعام ولم يعرف عنه ولا عن أصحابه أنهم كانوا يدفعون القيمة في صدقة الفطر وكانت الدراهم موجودة في عهدهم وقد قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقد أمر عليه الصلاة والسلام بإخراج الطعام فالذي يخرج القيمة يكون عاملا عملا لم يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأن الطعام له خاصية في هذا اليوم لأنه يوم أكل وشرب وذكر لله عز وجل بعد عبادة الصيام أيها المسلمون ومما شرعه الله لكم في ختام هذا الشهر المبارك التكبير من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد ويسن الجهر به في المساجد والأسواق والبيوت إعلانا لتعظيم الله وشكره والجهر بالتكبير خاص بالرجال أما النساء فإنها تكبر سرا قال الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ومما شرعه الله لكم في ختام هذا الشهر المبارك صلاة العيد وهي من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة يخرج لها أهل البلد في صعيد واحد مهللين مكبرين حتى النساء يخرجن ويكون متحدات عن الرجال ويصلونها لله خاشعين ويستمعون بعدها إلى الخطبة التي فيها ذكر الله وتعظيمه والثناء عليه والوصية بتقواه وتذكير المسلمين ووعظهم يخرجون إلى هذه الصلاة بعدما يؤدون صدقة الفطر عملا بقوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وإنما كان يوم الفطر من صيام شهر رمضان عيدا لجميع الأمة لأن الله يعتق فيه أهل الكبائر الصائمين من النار فيلحق المذنبون بالأبرار كما أن يوم النحر هو العيد الأكبر لأن قبله يوم عرفة وهذا اليوم الذي لا يرى في يوم من أيام الدنيا أكثر عتقا من النار فيه فأحمدوا الله أيها المسلمون إذ بلاءكم شهر رمضان وأعانكم على صيامه وقيامه وشرع لكم هذه الأعمال العظيمة في ختامه وأتبعوا شهر رمضان بصيام ست من شوال يكتب لكم صيام الدهر كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها فشهر رمضان عن عشرة أشهر وستة أيام من شوال عن شهرين والسنة اثنى عشر شهرا في كتاب الله فمن صام شهر رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام السنة كلها تفضلا من الله فاشكروا الله أيها المسلمون واستمروا على طاعته في جميع الشهور وأتبعوا الطاعة بالطاعة فإن عمل المسلم لا ينتهي دون الموت قال الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقال تعالى عن عيسى عليه السلام وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا فيا من تركت المعاصي في رمضان لا تعد إليها بعد رمضان ولا تكونوا كالتي نقلت غزلها من بعد قوة أنكاثة تقول الله حيث كنتم إن الله كان عليكم رقيبا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ترجمة نانسي قنقر